ما تزال اليمن رغم التحاقها بدول الحرب والمجاعة قبلة المهاجرين الافارقة الهاربين من اتون صراع العنف الدائر في بلدانهم منظمات دولية حذرت من خطورة تدفق اللاجئين نحو اليمن حيث قالت الانفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان المهاجرين الوافدين من بلدان القرن الافريقي مستمرون بالتدفق نحو اليمن رغم الاوضاع الماساوية التي تعيشها المنظمة الدولية رصدت في بيان لها مئة وسبعة عشر الف شخص تمكنوا من العبور عبر المياه الاقليمية الى اليمن العام الماضي بينما اشارت منظمة الهجرة الدولية الى وصول اكثر من خمسة وخمسين الف مهاجر منذ يناير الماضي يخاطر اللاجئون الافارقة حسب المفوضية السامية بحياتهم دون علمهم بالمخاطر التي تتهدد رحلتهم البحرية حيث يتعرض بعضهم للخداع من قبل المهربين ومع اقتراب رحلات التهرب من الشواطئ اليمنية يقوم المهربون بدفع بعض اللاجئين الى البحر بالقوة بينما تقوم شبكات اجرامية باخذ بعضهم كرهائن بغرض الحصول على فدية مالية وفق بيان المفوضية حركة المرور نحو اليمن ما تزال نشيطة العام الجاري في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات دولية استخدام اليمن كنقطة عبور نحو دول خليجية واوروبية بحثا عن فرص عمل او لجوء بعد ان اضحت اليمن بلدا غير امن حتى لليمنيين انفسهم